السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. برحب بكل الموجودين معي في القناة. وبقول لك لو انت لسه جديد معي في القناة تفضل اشترك. وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ولايك لو الفيديو عجبك ان شاء الله. هنقول النهاردة القراءة العاطفية لمواليد برج الجوزاء. اهلا برج الجوزاء. نبدأ القراءة باسم الله الرحمن الرحيم. شايفك تعبين جدا. تعبين بقى لك فترة. من شهور من تلات شهور تقريبا. اه التعب النفسي ده عندك زاد. مش الفترة دي بس. اه. بشايفة في ناس هنا منكم نفسها تتافر. ناس عايزة تتافر. اه. هنشوف دلوقتي الفترة مفتوح ولا لا. الحالة الزعل اللي عندك دي برج الجوزاء عندك متغيرة يعني مش مش دايما. مش دايما زعلية. ممكن ده يرجع لطبيعتك الهوائية يعني. التقلبات مزاجية كتير. بالنسبة للمتجاوزين. انت بتمر بحالات شك. البعض منكو طبعا. اغلبكم شككم صح. يعني مجرد افكار في دماغكم بس. اه. في منكم عندهم تدخلات. منكم عندهم تدخلات من اشخاص سيئة جدا. اشخاص سيئة في حياتكو. الاشخاص دي عايزين يدمروا حياكو. بس استنوا كده موضوع السفر ده. في كتير منكم هيسافر. موضوع سفره مفتوح. اللي مستنين ارتباط بعضكم فيه بسبب الاهل. يعني اهل الطرف التاني. يعني رافضين ان الارتباط ده يتم. في الفترة الحالية مش شايفة موافقة. بس هنشوف لما نعمل كراءة تاني للنص التاني من الابرل ان شاء الله. لان الموضوع مفتوح. مش مقفول على الاخر يعني. فان شاء الله خير. المنفصلين او المطلقين في طلاق حصل او بيحصل مع ابراج مائية. آآ بعضكم كان السبب فيه سبح. شايفة كنتو الاتنين بتحبوا بعض. عايزين ترجعوا. شايفة في كمان ابراج نارية. فترة دي يا برج الجوزاء انت بتمر بحالة اكتئاب كبيرة جدا. انا عايزة طومنكو شوية. انتم الابراج اللي غالي عندي يعني. فيه حاجة انت بتتمنيها او بتبعي ربنا انها هتتحقق. آآ هتتحقق ان شاء الله. تفقلوا شوية يا اصحاب الضحكة الحلوة. تفقلوا شوية. ويهدوا شوية. عشان اعصابكم. شايفكم تعبانين. آآ بتبكوا مقهورين. يعني قلبكم موجوع قوي. آآ اهدوا شوية اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. فيه منكم استني حب جديد. سواء كان عنده علاقة قبل كده او سواء ما كانش عنده علاقة قبل كده فيه منكم استني حب جديد. وآآ وعلاقة كويسة جدا. يعني الحب الجديد اللي جاي علاقة كويسة جدا. عايزة اقول برج الجوذئ. ما شايفيه هنا. حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد خالص. لان عندك آآ طاقة حسد. ودي زي ما شفتها على فكرة في آآ في برج الاسد. اللي هي نفس طاقة الحسد دي اللي هي على اي حاجة. يعني اللي هو حتى لو نصيت من الشباك هيحتدوك. فحاول ما تظهرش كل حاجة عندك آآ آآ او آآ او عن حياتك او عن حاجات بتعملها آآ بالزيد بقى في المحيط اللي انت فيه. يعني ممكن لما تخرج برا محيطك ماشي عادي. آآ ممكن تتكلم تفضفض آآ تحكي عن حاجة عندك. لكن في محيطك لأ خالص. شايفيك آآ منتظر بتفكر كتير. آآ بستوا بسبب الانتظار ده يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما يعني طاقة الانتظار دايما مش حلوة. مش حلوة في اي حاجة يعني مش آآ مش في الحب بس. مش حلوة في اي حاجة يعني لما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير. وممكن نجيش. لان الانتظار بيأخرها. آآ فنحاول ان احنا نلهي نفسنا في اي حاجة وبلاش نخلي عندنا طاقة الانتظار دي عشان اللي احنا عايزينه ييجي. يعني فقريبا يعني انت بورجل جاوزا انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا. يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل. لو في منكم مش بيشتغل حاول تشغل نفسك باي حاجة يعني اي حاجة تانية. وان شاء الله قريب هعمل لكم قراءة عامة عشان نشوف ايه اخبار ايه اخبار الشغل عندكم. في الفترة دي عند بعضكم آآ ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح. في انفصال مع ابراج طرابية. انفصال قريدي حصل. ودي كانت علاقة غير موفقة. طبعا اكيد مش للكل. بس اللي ظهر عندي في القراءة كانت علاقة غير موفقة. بقولك انت ايه بقى يا برج الجوزاء في الحالة دي. بقولك انك تبصل قدام. لان اللي جاي افضل بكتير. يعني بلاش نبص ورانا كتير. طوارتين اللي بيبصوا وراه مش آآ بيقع. آآ مش بيشوف قدامه اصلا. فيه فرص بتضيع. لان انت مش باصص عليها. فانحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير فيه ناس فيكو مقدمة على رباط. عايز اقول لهم ان الفرصة متاحة ومناسبة بالزات بعد النص الثاني بعد النص الاول من شهر ابريل ان شاء الله. فيه منكو بقى بالزات لو رجالة. انتو اللي بتموطله في الارتباط. انت اللي تاعب الصرف التاني يا برج الجوزاء. ومش بسبب حاجة اي مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات. لا هو الموضوع انك بسبب آآ آآ شغلك. حياتك كلها شغلة. بتنام وانت بتحلم بالشغل. آآ شايفة في العلاقة دي طاقة ابراج ترابية. انت بتحب الصرف التاني. انت يا جوزاء بتحب الصرف التاني. مخلص لي. بس مش بتفوق غير لما تسقده. ولما يرجع ترجع زي عاتك تاني. يعني تفضل طول الشغل والوقت وحاجات من الكلام ده والطرف التاني يزهق ويبعد. وترجع انت اللي بتتكلمه. عشان بتحبه. بس لما تتأكد خلاص ان هو معاك بترجع تقول نفس الكلام تاني. مش هنسميه مبررات. انت فعلا دماغك عاملة كده. يعني شغلك واخد كل آآ كل حياتك. لازم نحاول ننظم شوية. لان ممكن الناس دي وبالذات لو بنحبوهم وعايزينهم ومش عايزين حد بغيرهم. ممكن الناس دي اه لو مشيوا في مرة ما يرجعوش تاني. دي للبعض يا جماعي يعني مش للكل. وبالذات بالذات لو ولاد مش بنات. في منكم في جواز وفي طرف تالت سواء انت او الطرف الثاني. يعني ممكن حد فيكم يتجاوز. الحد اللي متجاوز ده ممكن عايز ينفصل. وبيحب حد تاني. هو فيه نوع من انواع الانفصال. بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما. ده ممكن انت او الطرف الثاني. بس ممكن يكون في الغالب انت يجوزق. وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة. يا بوسي يا بورج الجوزاء هقولك انت انت طيب جدا. بس في نفس الوقت ازاكي جدا برضو. يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه. وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لأ. يعني تقدر تميز انزا كان الشخص ده مناسب ولا لأ. يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت. لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي. اللي مرتبط من ابراج هواقية زيه. بالذات لو ميزان. هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية برود في العلاقة شوية. وده بسبب اوضاع خلاكية بتمر بيها الابراج الهوائية. بالذات الميزان. يعني اكتر حد متأثر بيها هو برج الميزان. ودي هتتحسن في اخر الشهر ان شاء الله. اللي فيه حب جديد بقى في الغالب هيكون من الابراج النارية. بس مش شرط يعني مش شرط البرج هيكون برج ايه? بس هيكون حب موفق جدا لان هو كمان بيحبك. بيحبك ونفطه يسعدك. يعني اللي بيفضل يفكر في العلاقة اللي هو مع طرف نيري ده بيفضل يفكر في العلاقة يعمل ايه? ويسعدك ازاي? يعني دي طريق طريق تفكير الثرف الثاني في العلاقة. بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة. ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع برج ترابي. في الحالة دي ممكن اقولك تكمل لقدام يعني. تكمل لقدام. وتفكر. تفكر في موضوع الرجوع ده. سواء عايز ترجع او مترجعش لان انا شايفة ان الطرف في الترابي عايز يرجع. وطبعا ده تفكيرك انت تفكر طبعا انت خر. بس بقول اللي شايفين. كمان في منكم في محكمة. وبرده مع برج ترابي. عايزين تنفصلوا وتبدأوا من جديد. في الحالة دي عايز اقول لكم اللي هما في الحالة دي ان كل الحظ في صالحكم انتو. لان انا شايفيكم اتظلمتوا فعلا من جرحتوا قوي في العلاقة دي. كمان زي ما قلت في الاول فيه علاقات السحر كان السبب او الحسد. المهم هي طاقة خبيثة يعني كانت السبب. كانت السبب في حالات الانفصال دي. الحالات اللي هي كان السبب فيها دي للاسف يعني خصل فيها صلاق. في منها ما فيش رجوع. سواء منك الرفض او من الطرف التاني. لان حد فيكو بدأ حياة جديدة. اه بعض المتزاوزين. بعض المتزاوزين. اه ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم. يعني متحملين ممكن نقول متحملين عشان اطفال. بس انتو نفسيا يعني شايفيكم نفسيا بتعينو كتير. يعني لازم تستعينو الله. اه والناس اللي منكم بتعيش حياة فيها تعب او نكت كتير. لازم جدا التحسين. يعني السلاق رأيط القرآن. سماعي القرآن مهم جدا. الرؤية الشرعية. اه مسح البيت بالكامل بالمية والملح. اه وزي ما قلت محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. لازم محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. اه البعد عن الاشخاص السيئة. انت حاسس بيهم. يعني الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم دول. انت حاسس بيهم معارفهم. يعني تعرفهم مين في حياتك. عبادهم عن حياتك خالص. عشان تحس بالاستقرار وتطرد التقاط السلبية من من حياتك. تقاط سلبية وشيطانية بصراحة يعني. بتحس بيك يا برج الجوزاء. اه بيقول النصيحة دي اه اللي لازم تعمل بيها. لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا. يعني انت ممكن تدخل في واجع نفس كبير. مدمر. بعد الشر عليكو طبعا. اه في منكو. فيه علاقات سواء بجواز او ارتباط. اي ارتباط تاني يعني في الجواز. العلاقات دي لبعضكو سيئة جدا. وطبعا من اللي سامعني. اه كل واحد عارف حالته. علاقة سببتلك تعب. سببتلك خسارة من كل النواحي. اتخزلت كتير فيها. اه وشايفاك اديت فيها كزا فرصة. كل ده اتخذ من صحتك ومن اعصابك. في منكم منها العلاقة. ازي هي السيئة ومنكم نفسك. بس انا عايز اقول ان الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء. مش مناسبة لاتخذ اي قرار. يعني اصبر وركز في كل حاجة بتدور حواليك. لحد ما تكون الفرصة مناسبة. ويكون الوضع تغير شوية عشان تقدر تقرر انت عايز ايه? اه شايفا البعض منكم يا اصحاب برج الجوزاء ولو قليل جدا ولو واحد في المية. بس ظهر معي حاجة شفتها يعني اللجأ ممكن يكون لجأ لنوع من انواع السحر بغرض الاصلاحة. يعني بنية سليمة. ممكن تكون نقلت حاجة عن حد او استعانت حد من اللي بيامل حاجات دي. بس في الغالب انت اللي عملتها الحاجة دي. يعني حاجة نقلتها الحد. بصوا بقى يعني الحاجة دي اللي انت نقلتها وعملتها دي كان فيها آآ نوع من انواع التلاصم او الاسماء الغير معروفة. يعني كلمات انت مش عارف مش عارف لها معنى. نفستها بزي ما هي. عايز اقول ان الحاجات دي غلط جدا وهتزود اللي انت فيه مش هتحل. يمكن انت لو عملتها هتكون حسيت وخدت بالك ان من اللي انا بقوله ده. يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او مفيش او مفيش ليها علاج يعني بالطريقة اللي انت استعملتها او خليت حد بيعملها. لان دايما الحاجات دي القرمة بتاعتها وحشة. يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنية اطلاح. يعني طبعا يا جماعة يعني الله اكبر واعز واقدر. يعني بلاش نستعين باي حاجة غير ربنا وكلامه. اي كلام اشوفه غير مفهوم لان العمل كده هو عما كده مش اصدق. اشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج. اشوف فيها كلام غير مفهوم لينا خالص نبعد عنه تماما. يعني انا عارفة انك متضرر. اه وبتتعلق ولو بقى الشاية بس لازم يكون فيه يقين في ربنا. وان حتى السحر اللي اتعمل لك هو حصل بازن ربنا. يعني كلنا عارفين واما هم بيدررين بيه من احدا الا بازن الله. فحتى السحر اللي اتعمل هو بازن ربنا. وكل امر الله خير. يعني ممكن الحد اللي عمل كده معيكو عمل السحر ده يكون حد سيء جدا جدا. وربنا ازن لسحره انه يكون عشان الحد ده يبقى شايل زنب كبير قوي. انه ازن ايه? وانت كمان في نفس الوقت تكون اتعرضت القرب والسلاق تؤجر عليه. بصبرك طبعا ان شاء الله. فكل امر الله حتى لو ظاهره فيه حاجة وحشة هو خير ولازم نبقى متأكدين من كده. زي ما قلت في رجوع لابراض هواية ومائية بس تفقيدك انت للاختيار والقرار. لازم تهدى تثبت كده شوية امور في حياتك معينة لاني شايف اعلاتكم كده للكم نهار ونهاركم ليل ننظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك تليم. عشان صحتك برضو يا. لانك لو فضلت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوق اختيار. زي ما تعرضت له قبل كده. كان عندكم قبل كده سوق اختيار. شايفة فيه عندك يا جاوزي. انتصار على الظلم انت تعرضت له. في الظلم انت تعرضت له. عندك انتصار ان شاء الله بعد ما هتكون في قد الامل خلاص فيه. ايه. في ان يحصل لك حاجة او يتردلك حقك. يعني بعد ما هتكون في قد الامل عندك انتصار. بالذات ان انا شايفة ان بعضكم عنده اصلا اه فيه جواه احتفظ بظلم. مش حاليا من صغره. لان شايفة فيه منكم اه ممكن اتعرض ليوت من احد الابوين يعني اه عينة في حياته. يعني شايف حاجات كتير في حياته بسبب فقدان احد الابوين. ده سبب له مشكلة فيه ما بعد. وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو. يعني فيه منكم لان فيه منكم اختار على مدار حياته بعد كده اشخاص غير مناسبة ليه بالمرة. استببولو بقاذا كبير يعني. او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتوا تقدروا تبدأوا علاقة. وتلاقوا دايما عندكم الكلام اللي هو طبعا فيه منكم يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العام. انه مثلا حدي بيقول اه 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 اداية اي علاقة مثلا شكلها مش هتكمل اه انا حظي وحش اه وعارف ان مش هيحصل حاجة. برضو دي من الحاجات اللي مش مش صح ان احنا نقولها. لان احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نديب لنفسنا حاجات سيئة. عايزين نلغي نظرتنا دي خالص نظرتنا دي من نفسنا. يعني لانها فعلا ممكن دخلي الحياة ما تمشيش بجد. اه زي ما قلت اه اه نغير الطريقة دي طريقة تفكيرنا شوية. ونكون واضحين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة. لان انتو فعلا كده يا برج الجوزاء. انتو فعلا كويسين. وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة. اه اللي منكم عنده علاقة مع برج جنيري. اه هو يا برج الجوزاء مش قادر يفهمك شوية. يعني ممكن ده بيعمل سقطة فيهم في العلاقة. رغم ان فيه بينكم حب على فكرة. المفروض يعني المفروض انك بتتفق حلوة قوي مع الابراج النارية كمان. بزدات الاسد. انت بتتفق قويس جدا مع الابراج النارية. انا شايف القراءة بشكل ايجابي. لو بصينا النص الكباية المليان. المهم يا برج الجوزاء نسبة كبيرة من الامور في ايدك. يعني لما اقول اني فيه رجوع هيكون فيه ان شاء الله لو انت سعيت لي ده. لو انت سعيت لي ده. مش مش سعي انك تجري ورا الطرف التاني. لأ. انك تغير تفكيرك شوية وكلامي بس عشان محدش يزعل. مش معناه انك وحش بالعكس خالص. بس عايزة اقول لك ان الموضوع لو حصل هيكون ازاي. مش مش هينفع ايجاد حك عليك وفرحت مثلا بكلمتين من برا. اه فيه رجوع وفيه اه وفيه حاجات حلوة وكده وما تدلكش التفاصيل اللي من جوة. يعني انت ممكن تمشي بيها عشان الامور تمشي معيك. ده في الحالات اللي ينفع فيها زي ما قلت يعني. لان زي ما قلت في حالات كانت سيئة جدا. يعني بخروجك منها انت تكسبان. اللي منفاصلين. ومش مرصبتين خالص اصلا. مطلوب منك التركيز كويس جدا. زي ما قلت في الاول. لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين. واحد كويس ومناسب. واحد لا كويس ولا مناسب. انت اللي لازم تختار. عشان كده قلت تركيزك لازم يكون موجود. انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس وهيكونوا بينين جدا على اشتركوا في القناة. شكراً لكم